العمل معهم لفترة كافية قبل انتقال الفريق للمراحل الدوري المختلفة كابتن فاتح مبروك النجم الكبير نجم الأهلي ومدير قطاع الناشئين مع التلفون هنتعرف من خلاله على كل الكواليس لحضراتك وعايزين تعرفوها كابتن فاتح مبروك أهلا بحضرتك أهلا بيك أبنى حميد إذاك وكل مشاهد القناة الأهلي أهلا بيك ربنا خليك ربنا خلي حضراتك يعني أكيد مجود كبير جدا قمت بيه الفترة الماضية عشان تقول النهاردة أن احنا خلاص أنهينا كل اختبرات الناشئين وخلاص كله تم قيد البراعم أو النجوم الجدد لكطاع ناشئين ناد الأهلي والله يا كابتن احنا الحمد لله مثلا ابتدنا يمكن 36 فترة الاختبرات دي والحد يومين هذا النهاردة ابتدنا خلاص يعني الحمد لله ابتدنا أنهينا المراحل السنية المختلفة وإحنا الحمد لله كان فيه برضو اختيرات موفقة للأجهزة السنية كل مرحلة سنية اختاروا عدده ويحطوه مع الفرقة فعلا في مرحلة تعايش على أساس أنه يبقى يعمل مرحلة مقارنة دايما بين الناس اللي موجودة وبين الناس اللي اخترناهم وفيه حتى ناس من اللي اخترناهم ويبدأوا دلوقتي وداخل داخل أوراكة النادي الأهلي أو داخل النهاردة التشكلات داخل الفرقة المساوئات وفيه ناس مقنعة جدا جدا بدليل بتمثي بعض البدير الفنين لبعض الفرق قالوا لي أن فيه ناس من الجداد أميز من اللي كانوا موجودين أو أميز من مقيدين فطبعا أنا يمكن تضيتهم الحرية دي وقلت له ما قوام تكمل لو عايز تعمل استفدال يعمل استفدال ما فيش مشكلة جميل أنت المصلحة اللي اللي في أي اعتبارات مصلحة الفرق في أي اعتبارات لو حسيت أنه حد من الفرق من الناس الجديدة اخترتوهم أفضل فأيدوهم مفيش مشاكل الحاجة الثانية يمكن برضو إحنا ليه نهينا بقى الفترة دي يمكن برضو نهينا كابتن أنت عارف الأمور دلوقتي أصبحت النهاردة كل الفرق المساوئات النهاردة بتبتدي تتعد للي عنه بطول الجمهورية أو بطولة منطقة تمام فأنا مش عايز أحمل لود على المدربين لأن خلاص إحنا كل يوم بدخل لهم أعداد كتيرة أعداد كتيرة فالمدربين نفسها مش حافظة تشتغل وفي نفس الوقت في نفس الوقت تقولنا برضو عشان يبقى فيه استقرار فني للمدير الفني لأي فرقة أنه يقدر بقى يتعايش مع فرقته يقدر يشتغل مع فرقته بمفهوم أنه يكون بطولات جاية فأحنا عشان كده بنقول أنهنا نهينا الاختبارات النهاردة وأتمنى أن الناس تكون مخصوطة أتمنى أن الناس تحس أن الناس اللي بتردد كلمة بائما من نادي الأهلي نادي وسطى نادي الأهلي مش نادي وسطى نادي الأهلي إذا كانت هناك مجاملات فالمجاملات في إعطاء الفرصة إعطاء الفرصة مرة واثنين وثلاثة وناس كتير جات لي وكنت بدين فرصة واثنين وثلاثة وإذا كان المستوى الفني لك بأي فرقة لأ خلاص طيبة كده بنوع نقول له هم متشكرين جدا جدا كده الناس اللي اخترناها ما فيش أي وسطى عشان برضو أقول لها الأمور تعلم هذا الكلام وأنا سياستي الحمد لله بجامل الناس ولكن في وسطى وممنوع في كرة القدم وممنوع أيضا في النادي الأهلي أكيد يا كابتن يعني خلينا في كواليس الاختبارات كابتن فاتحي أهم السلبيات اللي حضرتك شفتها كتقويم لحضرتك أنت في فترة الاختبارات يعني أكيد حضرتك بتقايم إحنا عملنا كذا كان مفروض نعمل كذا كان مفروض الموضوع يمشي في طريق معين لكن في حاجات خرجت عن إيدين حضرتك أو إيدين مدربين أهم السلبيات اللي شفتها عشان تتفادها فيما بعد في الاختبارات القادمة والنادي الأهلي كانت إيه بص يا كابتن أهم السلبيات يمكن loggedها في الحضر الأخيرة ونبقت المدربين عليها هي أنت عمل اختبارات وعمل اختبارات النهاردة كل مرحلة سنوية عمل اختبارات النهاردة القوائم القوائم الأولى النهاردة احتياجات كل مدير فني أي فرقة النهاردة لازم يبص على احتياجاته علشان كده يمكن أنا عمقه هم السلبيات اللي كانت موجودة أن دائمة المدربين بتعمل السمول حدة جيم الستة ضد سبعة ضد سبعة وكلام منك. انا بتوقفت عن هذا الامر وقلت له يا جماعة الفرع الفرع في المسابقات لازم تلعب على الملعب الكبير ولازم تدي النهاردة حدواشر حدواشر والذي من النهاردة في كل لعيب في مكانه عشان تبقى عارف انت محتاج ايه. ده في الاختبارات هكما تنفتحي في الاختبارات. اه اه طبعا. الرؤية اللي هي الملعب سبعة ضد سبعة وستة ضد ستة لا انا شايف انه مش هدي رؤية كويسة المدير الفني في احتياجاته. طب تستأذيني ادخل مع حضرك في الجزء ادي يعني تحديدا يعني الملعب الحدواشر ممكن ان الولد ما توصلوش الكرة اكتر من مرة فصعب المدري بيشوفه. يعني انا بتناقش مع حضرك وحاجة اكيد حضركت طبعا اكتر من خبرة. انا اقول لك حضرت في المراحل السنية اللي هي بتاع المسابقات. الكبير. السلام ده كان في المراحل السنية في المسابقات. اوكي تمام. ولكن والكن قطاع البراعم اه ممكن يبقى يشتغل سبعة سبعة ثمانية بمساحة ملعب صغيرة. تمام. لكن المراحل السنية الكبيرة اللي هي في مرام مسابقات لازم المدرد يجلب احتياجاته ايه. هם. تمام. تمام. seja مع احتاج النهاردة راس حاربة. تمام. يعني النهاردة بتشوف النهاردة الولادة كل واحد يحب يلعب إيه؟ وانت ممكن تحتمع الولد السليم ومش داريان ووظيفته ومش داريان بمكانه كلام منه ولكن أمر واقع لازم تحسسه أن نلعب 11-11 عشان النهاردة أنت محتاج إيه الفريتك محتاج إيه الفريتك من خلال التقويم ده من خلال المباراة دي ومن خلال تأسيمة 11-11 تقدر النهاردة شوف حكيها جاتاً جميلة كابتن جميلة أنا بدأت مع حضرك دايماً ببدأ مع حضرك بالسلبيات عشان أقول لك إيه أحسن حاجة إيجابية شفتها خلال فتر الاختبارات اللي فاتت لأوا برضو الإيجابيات أنا شايف أن فيه إيجابات كويسة جداً فيه لعيبة الحمد لله يمكن في المراحلس بنيه برضو اخترناهم لعيبة كويسة جداً جداً وعلى مستوى فعلاً أنهم يمثلوا النادلة في فترة قادمة وزي ما قلت لك الإيجابية أننا إذا كان هناك واحد مسأيد أقل من المستوى الفني أقل من اللي مختارينه أنا أفضل اللي مختارينه لأنه أحسن فدنية أكيد 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 تمام يا كابتن فاتحي يعني برضو اهتمام الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بقطاعات الناشئين أنا بص كابتن الناس يعني الحمد لله مدينا الثقة ومدي الأجهزة الفنية وأنا مدي الأجهزة الفنية وكلها الثقة فيه اختيار اللعيبة يعني ما بضغطش عليهم أبداً مين ده ومين ده أنا باندل أبص وباندل أشوف ولاية رؤية الفنية وبالاشتراك طبعاً مع المدير الفني ولكن المدير الفني بديله هو القرار الأول والأخير في الإختيارات جميلة كابتن يعني حتى أولياء أمور كتير أو تقول لها كابتن شوف أنت الولد يقول لهم أنا ممكن شو الولد مبسوط منه ولكن مدير الفني وجهة نظره واحتياجاته لفرقاته ممكن يقول لا للولد يعني الحاجات دي كلها بنيحطها في اعتباراتنا وزي ما قلت حدك ده بيبقى من من تأييد من مجلس قدارة النادي الآل ولجنة الخرى نحن بنشتغل زي ما قلت لك بمفهوم مصلحة النادي الآل فأي اعتباراته أكيد يا كابتن أكيد وكلام محترم جداً وكلام وقعي دايماً حضراك بتتكلم بمنتقى الوقعية ومنتقى الأمانة كمان وبصراحة كل المدربين اللي بيجوا هنا بيشرفونا هنا دايماً بيسنع على دول حضراك أنت حضراك بتنزل الملعب بنفسك وبتشوف يعني من أولاً بطرح النادي الغاية لما بتمشي لو شفتني دلوقات تقول أنا كنت قاد في الساحل الشماش في الشهرين في الشمس يعني يا كابتن ربنا بدي كل واحد على قد تعب يا كابتن فاتح يلا الحمد لله أولاً أشتغل للمصلحة العامة أشتغل للمصلحة النادي للواحد ربا فيه فأدينا بأمل ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله تبقى كلها حاجة كويسة مزاد إيجابية إن شاء الله في البطلات وفي اكتشاف مواهب كويسة إن شاء الله تفيد النازل المستقبل إن شاء الله أكيد يا كابتن أنا قبل ما روح لدور ما عليش أطول عليك شوية أستحملني قبل ما روح لدور الأكاديميات وحضراك عامل معها ربط أعايز بس أسأل حضراك سؤال كم مرحلة بيعدي بيها الناشئ أو المختبر اللي حضراك بتختبره كم مرحلة بيعدي بيها عشان تقول إن هو خلاص معاه في نادي الألي أو مش معاه كابتن أنا مش عايز أقول لك أنت بتتكلم مع الأكاديميات والربط بيني وبين الكابتن مدير الأكاديميات أنا مش عايز أقول لك أنا فيه أكاديمية الملاد الأهل يس لإعطاء الميت لأفطومية دلوقتي طب تمام وفي الملعب جميل جميل معايا كابتن سامر حفني وطبعا كابتن شخالة بيوف كابتن أشهور كلنا يعني كلنا الحمد لله في الملعب وكل شاكين الولاد. جميل. جميل. بنعتم ايضا بازا القطاع القطاع الاكاديمية. اكيد. وانت عارف حضرك برضو قطاع البراع المنزمين جدا جدا. اه. وانا برضو كمستل حضرك عندي اتنين مشريفين على قطاع البراع من كابت جمال استاد والكابت الزامر ومعهم اه كم كويس جدا من المدربين. اه. على اساس ان احنا برضو نقدر نكتشف في الموايب وصورها. وانا ارطي لهم دايما. خلي منظور. منظور ان انت بتكتشف في الولد. عشان نقدر ننمي حاجة عنه والتقبلة ان شاء الله. اكيد. ودي اللي بس علها يعني. اكيد. حتى يمر على المدربين في فرق كلها. وقال لهم الدون المميزين عندكم. انه برضو عايز اعمل عليه مسبوط في المتشاط في المتشاط الودية. عشان نقدر لو الولاد عنده نواقص باي شيء تاني. نقدر ان شاء الله الفترة القادمة انه الولاد يبقى جمال تحضاتك. دايما يبقى عنده النهاردة بيحس باهتمام. بيحس ايضا في رغبة النادي الاهل ان الولد ده مستقبلا بينفع النادي. اكيد يا كبت. اكيد. يعني ارجع لسؤال حضراتك تاني. السؤال اللي سألته حضراتك. الناشئ بيمر بكم مرحلة عشان تقوله معي ومش معي. يعني خمس اختبارات ست اختبارات سبع اختبارات. نا فيه يعني في حضراتك فيه ثلاث اختبارات واربع اختبارات وبعدين انت صفية نهائية وبعدين بيبقى فيه فترة معيشة. مم. يعني النهاردة مثلا فيه فرق مثلا زي الالفين هو الثلاثة االفين واثنين. الكل الفريمات دي. بترجع المدير الفني النهاردة بيحس لعملية تعايش زي ما قلتلك. مم. الاختيارات اللي خده من خلال الثلاث اختبارات او الاربع اختبارات. بيحصل عملية معايشة عشان يحصل عملية مقارنة بينه وبين الموجودين. يعني بعدما حدارك بتختاره بتعمل له عملية معايشة مع الفريق بتاعه الأساسي عشان تشوفه ينسجم ولا لأ؟ يشوفه ينسجم ولا ويزا ملتلك التقييم الفني من خلال زي ملتلك عملية المقارنة عملية المقارنة نهاردة الولد ده الممكن يكون مميز ممكن يكون كويس جدا ممكن يكون النهاردة المكان اللي بيحتاجه المدير الفني عشان كده بيحصل عملologie المعاشر دي مع الفرق من خلال فترة كده وبعد كده المدير الفني بيحكم حكم نهائي على اللاعب يعني كابتن خلينا أنا بقى أكلمك إن أنا أحد أولئك أمور حد بيختبر عندك عشان نبقى إحنا كمال بنتكلم بوقعها للناس يعني بيبقى فيه مساحة لابني بعد ما حضرك بتاخده فترة معاشة وتقوله لأ خلاص أنا بصراحة مش محتاجك فيه بقى مساحة إن أنا أخد ابني وروح للنادي تاني ولا بيبقى الوقت دايق خلاص لا هو بص حضرك طبعا أنت عارف كل اللوايح اللي جاء لنا من اتحاد الكورة لوايح اتحاد الكورة بتبقى فيه قايمة أولى خلاص دي تقدمت فيه بعد كده البقية اللايحة إن هي بتقول النهاردة فيه كل شهر كل شهر فيه لسبوع الأول من هاردة تقدر تقيد لعيبة تقدر تقيد لعيبة برضو من ضمن اللوايح إن هو بيقول لك كمّل القايمة الأولى إذا كان هناك استبدال عايز تستبدل استبدل عشان كده بيقول لك أنا مدي حرية للمديرين الفنين إذا كان حد من الجداد كويس أوي يميلة كابتنة ويصلح لنادي الآليم وأكثر فائدة للفرقة من أي حد موجود قديم ممكن يعمل عملية استبدال جميل جميل كلام محترم وكلام جميل دايما كابتن فتح بصراحة يعني أنا بستمتع باللقاء معاك سواء هنا في السوديو أو حتى في الهاتف بشكرك شكرا جزيلا وربنا إن شاء الله يدي لك على قد تعبك إن شاء الله توصل بقطاع الناشئين ناد الأهلي للمكانة اللي يستحقها قطاع الناشئين في ناد الأهلي أنا بشكر كابتن فتح مبروك لأول شكرا جزيلا على زي المداخلة قطاع الناشئين في ناد الأهلي قطاع كبير جدا قطاع معلمين الولد إزاي ياخد بطولة إزاي ياخدها بإقناع كمان وإزاي هو كمان من جوا يبقى عنده روح